شيء ثاني واحدة من أقوى الإثباتات على رببية المسيح هي في رسالة يعقوب إصحاح 2 والآية الأولى دايماً أحبائي لما منعلم في موضوع الوعز والتفسير لازم نعرف مين اللي بيتكلم شو خلفيته شو هويته مع مين بيتكلم لمين بيكتب مين الشعب المعاصر وبيكتب للأصباط بيكتب للشتات اللي كانوا مشتتين يهود يعني فتتخيل بيذكر عبارة لا يمكن يعني أي واحد يهود يسمعها ولكن بيذكر هذه العبارة عن يسوع المسيح متمشياً مع صادة العهد القديم اسمع ما يقول الرسول يعقوب في واحدة من أقوى الإثباتات على ربوبية المسيح قال يا إخوتي لا يكن لكم إيمان ربنا يسوع المسيح رب المجد كمان مرة يا إخوتي لا يكن لكم إيمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحابة مع إنه في الكتاب المقدس في العهد القديم يصرح في إشعية 42 والآية 8 يقول يهوى أنا الرب يهوى أنا الرب هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر ولا تسبيحي للمنحوطات من يستطيع أن يتجرأ أن يقول يسوع رب يهوى مجد الله مجد الرب رب المجد إلا إذا شفوه واختبروه وعينوه أيضاً هذه ليست كلمات سهلة أحبائي هذا مش مجرد بيعه مش ترى باستلاحات بنتكلم فيه عن اسم الله الرب إحنا بنتكلم على اسم مقدس لدرجة إنه اليهود كان يخافوا يذكروا على ألسنتهم هذا الاسم وهذا يعطيك فكرة وإضاح كم هذا الموضوع خطير ومهم وجد في نفس الوقت أنا الرب مستحيل لا يمكن أعطي مجدي لأي شخص آخر لكن الرسول يعقوب بقول عن يسوع ربنا يسوع المسيح رب المجد رب المجد فإذا أحبائي واضح إنه المسيح هو الرب ثم الرب أحبائي شيء آخر هو رب الملائكة مكتوب وأيضا متى أدخل البكرة إلى العالم يقول لتسجد له كل ملائكة الله عبرانين واحد ستة هو الرب هو الله هذا هو المفهوم في العهد القديم وفي العهد الجديد بتتذكروا في العهد القديم عندما هزم إلي النبي أنبياء البعل على جبل الكرمي مكتوب في آية 39 سقطوا على وجوههم وقالوا الرب هو الله الرب هو الله في ملوك الأول بصحاح 18 أحبائي وآية 39 وهذا بيتمشى مع مقالة رسول بولوس فليبي 2-11 لذلك رفعه الله وعطاه اسماً فوق كل اسم لكي تشتب اسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب الرب هو الله يعترف كل لسان وبرضو يتمشى مع الآية نبوه في العهد القديم تجث لي كل ركبة يعترف كل سان الرب هو الله عن يسوع المسيح شيء آخر هو رب المجد فواضح لكل المفاهيم في الشعب المعاصف في أيام يعقوب فهمه أنه بيتكلم عن يهوى رب المجد الرسول بولوس يقول لأن لو عرفوا لما صلبوا مرة تانية رب المجد رب المجد وهو أيضا رب العرش والعرش هذا هو من حق ومن اختصاص الله إشعياء النبي يقول عن في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع وأذياله تملأ الهيكل إشعية ستة واحد في ثمانية وثلاثين مكتوب ليتم قول إشعياء النبي الذي قاله هنا بيتكلم بالعهل الجديد الذي قاله يا رب هنا الرسول يحنى بيقتبس إشعياء يا رب من صدق خبرنا إشعية ثلاثة وخمسين أو ثلاثة وخمسين آخر ثلاثة وخمسين بداية ثلاثة وخمسين من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب لاحظ الكلام قال إشعياء هذا حين رأى مجده وتكلم عنه في يحنى 12 عم بيتكلم عن يسوع المسيح عن يسوع المسيح لذلك أحبائي هذا مهم جدا أن ندرك أنه رب هي يهوى في العهد القديم في العهد الجديد هو الرب رب المجد فطبعا الذي يستحق السجود ويستحق العبادة ويستحق الإكرام والتبجيل والوقار ترجمة نانسي قنقر